السلام عليكم نلتقي من جديد أعزائي التلاميذ في درس جديد صفحة رقم 38 سابعوا معي السينونيم هي البرفخاز السينونيم يعني سحا المرادفات والبرفخاز هي الكنايات voilà رحين نفهم هاد المعنى من خلال هاد الدرس جابسير لتكست الترفيس très connu et recherché par la population du sud algérien الترفيس est le nom véritable de la truffe du Sahara mais pourquoi est-il aussi populaire voilà هوا معروف جدن هوا يني مطلوب من ترف سوكين الجنوب الجزائري الترفيس هوا اسم يني مطلوب يني مطلوب هوا يعني معروف هكذا يعني مطلوب الناس و مطلوب سوكين الجنوب يني مطلوب يني مطلوب هو محبوب الترفيس جنوب الجزائري الذي يتحدث عنه يني مطلوب يني مطلوب يني مطلوب يني مطلوب يني مطلوب يني مطلوب وهذا اللي نسميوه يني مطلوب 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 لماذا نستعمل المراضفات في النصص الإجابة تكون حتى نجنب التكرار والإعادة لنفس الكلمة لهذا باش نجنب هاد التكرار نعود الكلمة بالمراضفات تحها يعني الكلمات اللي عندها نفس المعنى هكا باش نجنب المعنى تح النص جميل والأسلوب تحو ميكون شراكيك هذا هو المرزا يعني والله الهدف من استعمال لسينا نمي كم لما يلاحنا القاعدة جورتين لسيبستيو لكسيكو سنديمو سينانيما دي گروب نومينو بروش بارلسانس سيبستيو سنبليه بريبتي لرابتسيو يعني هنا لسيبستيو لكسيكو هي البدائل المعجمية هي كلمات لسمها لسينانيما أو مجموعات اسمية متقاربة في المعنى هذه البدائل تستعمل لتجنب التكرار ولا رح نزيني شرح لكم يعني أكثر السينانيما أو جورب نومينو كي كي انسانس بخوش نستعملوها باش نبيتيو لرابتسيو فالنص وهذه الكلمات اللي هي نسميها عن جنرال دي ما نلقوها للسينانيما هي المرادفات كي ما نقولو في لغة العربية مرادف الكلمة أي معناها أو شرح الكلمة يعني مرادف الكلمة بالكلمة أو الجملة بالجملة أو جملة رح تعود لنا كلمة يعني كي نقرأوا هذيك الجملة نفهمو معنا تالك الكلمة اللي رحنا نحاولو باش ننبيتيو لرابتسيو تحا رح نكون بلو كلا وفالا عنا السينانيما هي المرادفات والا حكابة تفهموها سي بلو كلا مرادفات هي كلمة التي لديها نفس المعنى دوك نشرحو لحنا فلزيكزامبل ومبعد نكملو معا لزيكزارسيس رح نتفهمو أكثر معنى سينانيما سينانيما هناك مثل لتارفاس وفاتر 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 دوزيام اجزامبل لتارفاس لترفاس لتارفاس هاد الجملة الاسمية هي كناية لهاد الكلمة وفلا احنا سينانيما ما جاش كلمة كيمة هي بات ولكن جا في شكل جملة أو مجموعة اسمية نسميوها هذا فيما يخص القاعدة رح نزيد نشرح لكم أكثر من خلال التمارين ورح نتفهموها يعني ما هيش حاجة صعيبة صعيبة يعني فقط الشي اللي لازمكم تهزوه من هاد القاعدة هي السينانيما هي المرادفات يعني مجموعة الكلمات التي لديها نفس المعنى وفلا اعتدر فقط يعني يعني نمر بظرف صحي يعني غير جيد اعتدر يعني يعني ندف الأخطاء ومعنش فغيما بيا كونسانتخي ولكن على جالكم يعني بحن نكمل لكم الدروس تاعكم وننتقل إن شاء الله التلاميذ السنة الثانية اللي راهم كذلك السنة في الدروس تاحها وفلا هذا برك توضيح يعني باش ما تقولوش الأستاذ اتعنا رحي مع الجزيب رحي فاتيقية ولا لا يعني فقط يعني معي ضا شوية ووولا دوك ننتقلو التamarين اشتركوا في القناة 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 في القناة في القناة في القناة في القناة اشتركوا 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 في القناة على تشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا فمي حصل على الثمرين نانتقل إلى الثمرين الثالث je complète le texte à partir des mots suivants obésité, conséquence, maladie du coeur, perte de lucidité, malnutrition وانتقال ميقاتي كلمات. Voilà. L'Organisation Mondiale de la Santé classe l'obésité, voilà les malades dans la catégorie des maladies chroniques et alertes sur ses conséquences. Voilà. Elle provoquerait différentes maladies physiques et psychologiques. Les maladies physiques sont multiples. Pardon. Maladies du cœur, voilà, diabète, cancer, cholestérol, problèmes respiratoires, maladies des os. Les maladies physiques sont perte de lucidité, dépressions et troubles mentaux. Toutes les maladies citées sont la conséquence de la malnutrition ou de la malbouffe. C'est-à-dire, 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 qu'on a dit le s'occupe l'akhir, écriv en té dans du dictionnaire, trouv le synonym du mot plat et utilise-le dans une phrase personnelle. On va à la qu'à 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 A qu'à Qu'à On va tro à الإجابات مكتوبة كالعادة بهذا نكون أعزائي التلاميذ وصلت لنهاية الفيديو نتمنى نكون تخفيف عليكم اليوم على بل يراني شيء مالاليز شيء مالاد سمحوني برك الفيديوهات القادمة سنكون في صحة جيدة وسنكمل معكم إن شاء الله أترككم في رعاية الله وحفظه وسلام الله عليكم شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر